التحدي في هذا العام من الجانب الصحي من أبرزه هو تحدي التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وما قد يسببه من إجهاد حراري أو ضربات حرارية في هذا اليوم تم تسجيل 569 حالة إجهاد حراري أو ضربة حرارية وتم التعامل معها وفق البرتوكولات الطبية من المهم أن أشير هنا إلى أهمية أن يتقيد الحجات جميعا بالجوانب الوقائية فلا يزال التعرض للحرارة والإجهاد الحراري سواء بسبب التعرض المباشر للشمس أو الإجهاد البدني مع أداء المناسك والتنقل فرصته موجودة وتقل بإذن الله بالتقيد بالإجراءات والإرشادات الطبية والصحية الوقائية ومن أهمها حمل المظلة للوقاية من الشمس اكثار تناول وشرب السوائل وكذلك الارتياح بين أداء المناسك خاصة وأنهم مقبلون على مجموعة من المناسك فلابد من أخذ قصد كافي من الراحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر